أقول فضيلة الشيء أفقكم الله أقول إني أخاف أن أقول على الله بغير علم أو أتكلم عن معاني آيات القرآن فأقع في هذا الأمر وهو القول على الله بغير علم سؤاله هل يكفي أن أتعلم التفسير من دروس فضيلتكم ثم أبلغ الناس القرآن ولله الحمد نفسر بالتفاسير الموثوقة اقرأ عليهم من التفاسير تفسير بن جليل بن كثير البغوي اقرأ عليهم من التفاسير الموثوقة سمعهم تفسير الآيات ولا تفسرها أنت من عندك وأنت ليس عندك علم بالتفسير نعم